اشتركوا في القناة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أنشأت المركز الوطني لتقنية الخلايا الجذعية لتنفيذ أهداف الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والإفتكار للتوصل لحلول مبتكرة في علاج العديد من الأمراض فالخلايا الجذعية هي خلايا بداية غير متخصصة وغير مكتملة الانقسام ولا تشبه أي خلية متخصصة ولكنها قادرة على تكوين خلايا بالغة بعد أن تنقسم عدة انقسامات في ظروف مناسبة ولذلك تساعد هذه الخلايا الجذعية في معالجة الكثير من الأمراض مثل السرطانات والزهايبر وبإمكانك عزيزي الطالب الدخول لموقع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وكذلك موقع وزارة الصحة للإطلاع على أهم الأبحاث التي توصلوا إليها في هذا المجال نسترجع عزيزي الطالب أهداف هذا الفصل وصف نظرية الخلية تحديد أجزاء الخلايا النباتية والخلية الحيوانية تحديد وظائف أجزاء الخلايا المختلفة تفسير كيف أن الخلايا المختلفة لها وظائف مختلفة توضيح الفرق بين النسيج والعضو والجهاز صف عزيزي الطالب نظرية الخلية فكر قليلا على ماذا تنص علي نظرية الخلية أحسنتم أن الخلية هي الوحدة الأساسية والبنائية لجميع المخلوقات الحية أحسنتم كذلك أن جميع الكائنات الحية لابد أنها تتكون من خلية أي كائن يطلق عليه كائن حي لابد أن يتكون من خلية أحسنتم أن الخلية تنشأ من خلايا سابقة لها من قبل فأي خلية جديدة هي في الأساس هي بسبب انقسامة خلية أساسية فبالتالي الخلية تنشأ من خلايا سابقة لها قانن عزيزي الطالب بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية من حيث مكوناتها مما تتكون؟ الخلية النباتية والخلية الحيوانية لاحظ أنه يوجد هناك عضيات موجودة في الخلية النباتية وكذلك موجودة في الخلية الحيوانية أحسنتم نبدأ في العضيات المتشابهة والمشتركة بينهم أول عضية النواف ويوجد بداخلها الكروموسومات كذلك يوجد في داخل الخلية النباتية وداخل الخلية الحيوانية السيتو بلازم أحسنتم كذلك من العضيات الموجودة في الخلية النباتية وموجودة في الخلية الحيوانية الغشاء البلازمي يغطيها من الخارج في الخلية الحيوانية وكذلك يوجد في الخلية النباتية كذلك من العضيات الميتوكندوريا مصدر الطاقة موجودة في الخلية النباتية وموجودة في الخلية الحيوانية كذلك الفجوات العصارية موجودة في الخلية النباتية وموجودة في الخلية الحيوانية الخلية النباتية موجودة فيها ولكن حجمها كبير وعددها قليل لكن في الخلية الحيوانية موجودة بحجم صغيرة وعدد كثير ما هي العضيات الموجودة في الخلية النباتية فقط ولا توجد في الخلية الحيوانية هي أحسنتم الجدار الخلوي وكذلك البلاستيدات الخضراء لكي تقوم بعملية البناء الضوي أحسنتم الآن تعرفنا عزائي الطلاب على العضيات الموجودة في الخلية النباتية وموجودة في الخلية الحيوانية نريد أن نعرف ما هي وظائف هذه العضيات صف عزيزي الطائب وظائف عضيات الخلية المختلفة أول عضية مهمة تنظم معظم أنشطة الخلية ما هي؟ أحسنتم وهي النواة تنظم معظم نشاطات الخلية ماذا يوجد بداخل النواة؟ يوجد بداخلها أحسنتم الكروموسومات هذه الكروموسومات يوجد بداخلها الـ DNA الذي يحد الصفات المخلوقات الحية بمعنى أن الأبناء يتوارثون الصفات الوراثية من الأباء عن طريقة التي هي الـ DNA الموجودة بداخل الكروموسومات بداخل النواة أحسنتم كذلك يوجد هناك غشاء بلازمي موجود في الخلية النباتية والحيوانية وهذه له ميزة النفاذية الاختيارية بمعنى أنه ينظم مرور المواد من وإلى الخلية أحسنتم كذلك مصدر الطاقة في الخلية تقوم بتحويل الطاقة المختزنة في الغذاء إلى شكل آخر للطاقة تستخدم داخل الخلية أحسنتم الميتوكندوريا أحسنتم كذلك يوجد هناك في الخلية النباتية والخلية الحيوانية مادة شبه هلامية أحسنتم وهي السيتوب لازم مادة شبه هلامية تحتوي على المواد الكيميائية التي تحتاجها الخلية أحسنتم ما هي عضيات الخلية النباتية أو تتميز بها الخلية النباتية؟ عضية مهمة وهي الجدار الخلوي أحسنتم والجدار الخلوي في الخلية النباتية وظيفة الأساسية الدعم والحماية يعطي النباتة الحماية والدعامة أحسنتم كذلك يوجد هناك عضية مهمة وهي عضية البلاستيدات الخضراء حتى يقوم النبات بعملية مهمة عملية يقوم فيها ببناء الغذاء وهي عملية بناء الضوي أحسنتم كذلك يوجد هناك عضية موجودة في الخلية النباتية وموجودة في الخلية الحيوانية ولكن وجودها في الخلية النباتية يكون أكبر حجما لكن في الخلية النباتية الحيوانية تكون صغيرة وهي أحسنتم الفجوات العصارية التي تخزن الغذاء والفضلات والما بداخلها أحسنتم عدد عزيز الطالب أنواع لخلايا في جسمك يوجد في خلايا جسمك أنواع مختلفة من الخلايا وسبحان الله كل خلية متخصصة في وظائف معينة مثلا خلايا عظمية هذه الخلايا العظمية تتكون من الكالسيم والفسفورة الذي يعطينا الصلابة والقوة أحسنتم أيضا خلايا دهنية تخزن فيها الدهون أحسنتم كذلك خلايا مسطحة متراصة فوق بعضها البعض تحمي أجزاء جسمنا الداخلية هي خلايا أحسنتم جلديها كذلك خلايا طولية تحتوي على كمية كبيرة من الألياف تساعدنا عن الإنقباض والإنبساط ما هي خلايا عظلية أحسنتم كذلك خلايا تساعد على إرسال واستقبال السيالات العصبية تتميز بأنها طويلة تتميز بأنه يوجد فيها زوائد عصبية كثيرة أحسنتم وهي الخلايا العصبية النبات مما يتكون؟ هل يوجد فيه خلايا مختلفة؟ نعم أحسنتم يوجد هناك خلايا في الورقة مختلفة يوجد هناك خلايا في الساقة يوجد هناك خلايا في الجذورة أحسنتم فخلايا الورقة مثلا تحتوي على بلاستيدات خضراء أحسنتم لكي تقوم بعملية البناء الضوي وخلايا الساق يكون شكلها أمبوبي أو شبه أمبوبي لماذا؟ بحيث أنه يساعد على نقل المواد الغذائية كذلك والماء كذلك خلايا الجذر تلاحظون أن أشكالها كقوالب متراصة لا تحتوي على البلاستيدات الخضراء ولذلك تجدون أن الجذر مختلف لونه في حيث أنه لا يحتوي على البلاستيدات الخضراء وبالتالي لا يملك اللون الأخضر أحسنتم اكتب معادلة البناء الضوي ما هو المواد الضرورية التي يحتاجها النبات ليقوم بعملية البناء الضوي؟ يحتاج إلى أشعة الشمس هذا شيء أساسي كذلك يحتاج إلى ثاني أكسيد الكربون من الهواء ويحتاج إلى الماء الذي يأخذه من التربة ينتج الأكسجين وينتج أيضا لنا الجليكوز أحسنتم هذا غذاء النباتة أحسنتم وأين تتم عملية البناء الضوي؟ فكر قليلا تتم في الورقة أحسنتم لاحتوائها على البلاستيدات الخضراء كيف تنتظم الخلايا في المخلوقات الحية؟ كيف تنتظم الخلايا في المخلوقات الحية؟ إحنا ذكرنا أن المخلوقات الحية تتكون من خلايا كيف تنتظم هذه الخلايا؟ تنتظم هذه الخلايا خلية ثم نسيج ثم عضو ثم جهاز الخلية هي الوحدة الأساسية خلية مع خلية مجموعة خلايا مع بعض تعطيني نسيج مجموعة أنسجة مع بعض تعطيني عضو مجموعة أعضاء مع بعض تعطيني جهاز أحسنتم فلاحظ عزيزي الطالب أن الخلية هنا كريات الدم الحمراء نسيج مجموعة من الخلايا مع بعضها البعض أعطتني النسيج أنسج مع بعضها البعض أعطتني العضو وهو القلب أعضاء مع بعضها البعض في الجهاز الدوري أعطتني الجهاز الدوري موجود في جسم الإنسان أحسنتم أعزائي الطلاب اختيار متعدد اللبنة الأساسية للحياة ألف الخلية با الدي اني اي جيم الجينات دال الكروموسومات ما هي اللبنة الأساسية للحياة ويكتسب صفة الحياة أحسنتم الخلية أحسنتم ما هو الكائن الحي الذي يتكون من خلية واحدة فقط؟ كائن حي يتكون من خلية واحدة فقط كائن دقيق أحسنتم البكتيريا ما هو المركب الكيميائي الذي يحدد صفات المخلوقات الحية؟ المركب الكيميائي الذي يحدد صفات المخلوقات الحية؟ أحسنتم الدي اني اي نحن ذكرنا أن الدي اني اي موجود داخل الكروموسومات موجودة داخل النوى وهي التي تحدد الصفات الوراثية التي تنتقل من جيل إلى جيل جيل أحسنتم املأ الفراغات التالية ألف تجتمع الخلايا المتشابهة لتكون؟ خلايا متشابهة مع بعضها البعض تكون لماذا؟ نسيج أحسنتم بينما تجتمع الأنسجة مع بعضها البعض لتكون؟ أحسنتم عضو يوجد داخل نوات الخلية وهي المسؤولة عن تحديد صفات المخلوقات الحية ماذا ذكرنا؟ أحسنتم الكروموسومات يوجد بداخلها الدي اني اي الذي ينقل الصفات الوراثية من الأباء إلى الأبناء تدير الخلية وتنطم معظم نشاطات الخلية هي القائد في الخلية أحسنتم النواة أحد تراكيب الخلية يوجد في الخلية النباتية بحجم أكبر منه في الخلية الحيوانية موجود في الخلية النباتية وموجود في الخلية الحيوانية ولكن في وجوده في الخلية النباتية بحجم أكبر وفي الخلية الحيوانية بحجم صغير أحسنتم الفجوات العصارية رقم خمسة تتكون جميع المخلوقات الحية من ماذا؟ ما هو سر الحياة في المخلوقات الحية؟ نقول عنه أنه كائن حي يتكون من خلايا أحسنتم تحاط الخلايا العظمية بمواد صلبة مثل عظامنا مما يتكون أحسنتم من الكالسيوم والفسفور أحسنتم خلايا تحمي طبقات الجسم الداخلية وتكون مسطحة ومتراصة أحسنتم خلايا جلدية خلايا الورقة تحتوي على ماذا تقوم بعملية البناء الضوئي فكر قليلا أحسنتم البلاستيدات الخضراء عضية تخزن الماء والغذاء والفضلات بداخلها 1- السيتوبلازم 2- الميتوكنتوريا 3- النواة 4- دال الفجوات العصارية ما هي العضية التي تخزن الماء والغذاء والفضلات بداخلها؟ ما هي هذه العضية؟ 4- أحسنتم هي الفجوات العصارية 5- أيضا اختيار متعدد 5- قادر على إنتاج غذائه بنفسه؟ 6- هل نحن نستطيع؟ 7- هل هو النبات؟ 8- هل هو الحيوان؟ 9- هل هو الإسفنجيات؟ 10- فكر قليلا 8- أحسنتم النبات قادر على إنتاج غذائه بنفسه يصنعه داخل جسمه 9- نحن نعتمد على غيرنا في صنع الغذاء 10- نأخذ الغذاء سواء من النبات 10- نأخذ الغذاء سواء من النبات بنفسه دون الحاجة إلى غيره هو 10- النبات أحسنتم 10- تنتظم الأعضاء مع بعضها البعض اللي تكون 10- ألف الجهاز 10- با نسيج 11- جيم خلية 12- دال جسم كامل 11- فكر قليلا 12- لما تنتظم الأعضاء مع بعضها البعض تكون ماذا؟ 12- أحسنتم تكون جهازا 13- ولاحظ عزيزي الطالب هنا الجهاز التنفسي 14- يتكون من الرئتين 15- يتكون من القصبة الهوائية 15- الحويصلات الهوائية 16- هذه كلها عضيات تجتمع مع بعضها البعض لتكون لنا جهاز 16- أحسنتم أعزائي الطلاب 17- ضع علامة صح أو خطأ 18- ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة 19- وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة 20- تنشأ جميع الخلايا من خلايا وماثلة لها 21- فكر قليلا 21- أحسنتم الإجابة صحيحة 22- رقم 2 22- الفطريات أصغر المخلوقات الحية وحيدة الخلية 23- هذه الفطريات أصغر المخلوقات الحية وحيدة الخلية 24- فكر قليلا 25- أحسنتم الإجابة خاطئة 26- رقم 3 26- يوجد الـ DNA داخل الميتوكنديريا 27- يوجد الـ DNA داخل الميتوكنديريا 28- أحسنتم الإجابة خاطئة 29- الـ DNA قلنا أنه يوجد داخل النواة 29- ويوجد داخل النواة الكروموسوماتة 30- الذي يوجد بداخلها 30- الـ DNA أحسنتم 30- رقم 4 30- تعتبر المعدة عضو 31- المعدة عضو 31- أحسنتم الإجابة صحيحة 31- تعتبر المعدة عضو 32- قارة الصح والخطأ 33- رقم 5 34- يطلق على الفم والمريء والمعدة والأمعاء بالجهاز الهضمي 34- يطلق على الفم والمريء والمعدة والأمعاء بالجهاز الهضمي 35- أحسنتم الإجابة صحيحة 35- فهذه تعتبر عضيات من الأعضاء التي توجد في الجهاز الهضمي 36- رقم 6 36- خلايا الساق تحتوي البلاستيدات الخضراء؟ 37- خلايا الساق تحتوي البلاستيدات الخضراء؟ 38- نعم تحتوي البلاستيدات الخضراء 39- ولذلك تجدونها تحتوي على اللي هو تملك اللون الأخضر 39- رقم 7 40- كل من القلب والكلية تعتبر عضو؟ 40- أحسنتم الإجابة صحيحة 40- رقم 8 40- تمتاز الخلايا العصبية بطولها وكثرة الزوائد العصبية؟ 41- تمتاز الخلايا العصبية بطولها وكثرة الزوائد العصبية؟ 41- أحسنتم الإجابة صحيحة 42- ضع الرقم المناسب في العمود با بما يناسبه من العمودة ألف 42- عندك فقرات رقم ألف أو العمود ألف 41- البلاستيدات الخضراء 42- السيتوبلازم 43- الجدار الخلوي 44- الغشاء البلازمي 45- الكروموسومات 46- ستة النواة 47- الميتوكندوريا 44- العمود با توجد داخل النواة وتحتوي على الدي اني اي 44- تحول الطاقة 45- مادة شبه هلامية تحتوي المواد الكيميائية 45- يوفر التدعيم والحماية الخلية 45- تحول ثانيكسيد الكربون والماء إلى غذاء 46- ينظم مرور المواد من وإلى الخلية 47- توجد داخل النواة وتحتوي على الدي اني ايه 48- توجد داخل النواة وتحتوي على الدي اني ايه 48- أحسنتم رقم خمسة وهي الكروموسومات 49- أحسنتم 49- تحول الطاقة 50- تحول طاقة الغذاء المختزنة 50- إلى شكل طاقة جديد تستفيد منه في الخلية 50- من هي مصدر الطاقة في الخلية 50- أحسنتم رقم سبعة 51- وهي البيتوكندوريا 52- مادة شبه هلامية تحتوي على المواد الكيميائية 53- مادة شبه هلامية تحتوي على المواد الكيميائية 54- أحسنتم رقم 2 55- السيتوبلازم 55- يوفر التدعيم والحماية للخلية 55- يوفر التدعيم والحماية للخلية 56- أحسنتم الجدار الخلوي 55- رقم 3 56- تحول ثاني اكسيد الكربون والماء إلى غذاء 57- تحول ثاني اكسيد الكربون والماء إلى غذاء 57- أحسنتم 58- رقم واحد البلاستيدات الخضراء لتقمض مرور المواد من الخلية وإليها 59- له نفاذية اختيارية 60- يسمح بمرور المواد 60- ما هو؟ 61- أحسنتم رقم أربع الغشاء البلازمي 61- أحسنتم أهزائي الطلاب 61- رتب الأجزاء الآتية من الأبسط إلى الأكثر تعقيدا 62- الأمعاد دقيقة 63- خلية عضلية 63- إنسان 64- جهاز هضمي 64- رتبها أبسط شيء ماذا؟ 65- فكر قليلا 65- أحسنتم أبسطها 65- أولا الخلية العضلية 66- ثم العضو 67- الأمعاد دقيقة 67- ثم الجهاز الهضمي 67- ثم جسم الانساني 67- أحسنتم 67- بمعنى أننا نرد تبهم الأبسط الأكثر تعقيدا 68- أولا الخلية العضلية 69- ثم الأمعاد الدقيقة 69- ثم الجهاز الهضمي 69- ثم الإنسان 69- أحسنتم أعزائي الطلاب 69- بناء على الصورة أمامك 70- حدد نوع الخلايا 70- بناء على الصورة التي أمامك 71- حدد نوع الخلايا 71- فكر قليلا 71- لحظوا ميزات الخلية 71- متشعبة 72- فيها زوائد 73- كثيرة 74- طويلة 73- أحسنتم 74- هي خلايا عصبية 74- لتستقبل السيالات العصبية 75- وترسل السيالات العصبية 75- أحسنتم 76- أمامك صورة أخرى 77- لاحظ كيف شكل خلاياها 77- مسطحة 77- متراصة 78- فوق بعضها البعض 77- فكر قليلا 77- ما هذه الخلية 78- أحسنتم 78- هذه الخلية 79- خلية جلدية 79- أحسنتم 79- وظيفتها الخلية الجلدية 80- تكون حماية طبقات الجسم الداخلية 80- لدينا 80- أحسنتم 80- علّي العزيز الطالب 80- الخلايا العظمية في الإنسان 80- محاطة بمواد صلبة 80- مثل الكالسيم والفسفور 80- لماذا؟ 80- فكر قليلاً 81- الخلايا العظمية في الإنسان 81- محاطة بمواد صلبة 82- مثل الكالسيم والفسفور 82- اربطها بالصورة التي أمامك 82- فكر قليلاً 82- أحسنت عزيزي الطالب 83- أحسنت إعطاء القوة للعظام والصلابة 84- عندما تتكون من كالسيم والفسفور 85- يعطيها القوة 85- ويحمي العظام منها شاشة العظام 85- أحسنتم 86- اختيار متعدد 87- من أجهزة الجسم 87- هل هو ألف الحماية؟ 88- البناء الضوي رقم 2 89- جيم النمو 89- دال الدوري 89- ما هي أجهزة الجسم؟ 89- واربطها بالصورة التي أمامك 90- القلب يوجد في أي جهاز؟ 89- أحسنتم الجهاز الدوري 90- تمتاز بطولها 90- وجود ألياف قادرة على الإنقباض والإنبساط 91- ما هي؟ 91- ألف خلايا عصبية 92- باء خلايا عضنية 92- جيم خلايا عضلية 93- دال خلايا دهنية 93- من هي الخلايا التي لها قدرة على الإنقباض والإنبساط؟ 93- وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى 94- الذي خلق لنا هذه العضاء العضلات بهذا الشكل 94- أحسنتم الخلايا العضلية 95- أحسنتم الخلايا العضلية 95- لها قدرة على الإنقباض والإنبساطة في وجود الألياف 95- أحسنتم 96- النوا فيها مندفع باتجاه الغشاء البلاسني 96- ألف خلايا عصبية 96- باء خلايا عضنية 97- جيم خلايا عضلية 97- دال خلايا دهنية 97- أحسنتم 98- وهي الخلايا الدهنية 99- تخزن الدهون فيؤدي إلى اندفاع النواب 99- باتجاه الغشاء البلاسني 99- أحسنتم 99- كقوالب متراصة 99- لا تحتوي على البلاستيدات الخضراء 99- ألف الجذر 100- باء الساقة 100- جيم الأوراقة 100- دال الزهور 100- قوالب متراصة 100- لا تحتوي على بلاستيدات خضراء 100- ولا تحتوي على اللون الأخضر 100- أحسنتم وهي خلايا الجذر 100- أحسنتم أعزائي الطلاب 100- تختلف خلايا الجسم في الشكل والحجم 100- بسبب 100- ألف اختلاف التركيب 100- با اختلاف الوظيفة 100- جيم اختلاف العمر 100- دال اختلاف الكتلة 100- ذكرنا أنه يوجد عندنا خلايا عصبية 100- وقلنا أن فيها زوائد عصبية 100- لكي تقوم بعملية نقل وارسال السيالات 100- ذكرنا أنه يوجد هناك خلايا الجلد 100- تكون متراصة لحماية طبقات الجسم 100- ذكرنا أنه يوجد هناك خلايا عظمية 100- تحتوي على الكالسيوم والفسفور 100- لتعطي عظامنا الصلابة 100- والدعامة 100- طيب 100- الآن بما أنه 100- كل خلية خلقها الله سبحانه وتعالى 100- مختلفة في الشكل وفي الحجم 100- لتناسب ماذا 100- فكر قليلا عزيزي الطالب 100- أحسنت لتناسب الوظيفة 100- فتختلف خلايا الجسم باختلاف 100- الوظيفة 100- أحسنتم أعزائي الطلاب 100- وصلنا عزيزي الطالب إلى خلاصة هذا الفصل 100- تحدثنا عن الخلية 100- وتركيبها 100- كذلك راجعنا 100- تمضيب الخلايا في جسم المخلوق الحي 100- كذلك راجعنا أنواع الخلايا 101- وراجعنا كذلك وظائف الخلية 101- وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى خلق لها أشكالا مختلفة 101- وكل الشكل بسبب يتناسب مع الوظيفة التي يخلقه الله سبحانه وتعالى 101- وتعالى وهيئه لها 101- أيضا ذكرنا تركيبها 101- وقلنا أنها تحاط بالغشاء البلازمي 102- سواء الخلية النباتية سواء الخلية الحيوانية 103- وقلنا أنه يوجد بداخلها 103- عضيات وسيتو بلازم 104- العضيات 104- الميتوكندريا موجودة في الخلية النباتية والحيوانية 104- النواة موجودة في الخلية النباتية والحيوانية البلاستيدات موجودة في الخلية النباتية فقط الفجوات موجودة في الخلية النباتية بحجم أكبر وعدد قليل وفي الخلية النباتية الحيوانية بعدد كثير وحجم صغير أنواع الخلايا تعرفنا على الخلية الحيوانية والخلية النباتية شكرا لكم أعزائي الطلاب لحسن الاستماع وأتمنى لكم التوفيق والنجاح